على ارتفاع 1200 متر أين تلامس السحب قمة جبل وشناك اكتشاف عفوي لكهف تحي المعطيات الأولية بكبر حجمه ناهيك عن طبعه الكلسية الذي تشكلت منه الصواعد والنوازل في صورة جمالية تبرز عظمة الخالق الكهف عقب اكتشافه أبهر الجميع بأشكال حجارته وألوانها مما جعل أبناء المنطقة يتمنون رؤية سياحة حقيقية في المنطقة هذا بين الدولة الجزائرية دعمنا في مشروعها دباتوا لمنطقة سياحية لحنا شوية تعجبها شوية محظرين هكذا من سيين تكون توقف معنا شوية السلطات معنية بالأمر هذا كمديرية سياحة وما جوالها لازم إن شاء الله نطوره السياحة وهذه المنطقة راهي منطقة سياحية اكتشفت أول مرة هذا اللعن في 1916 ولازم باش ندعم السياحة رهجتنا كما نقوله احنا فرصة موقع للكهف المكتشف مناسب جدا خاصة مع التخطيط لمشاريع سياحية بأعالي جبل وشناك هذا الاكتشاف سيكون دعما للصرح السياحي الذي تنوي البلدية ومدرية السياحة إنشاؤه على هذه المناطق الجميلة والخلابة جدا المتمثلة في مركب رياضي كبير جدا ومسرحة للهواء الطلق دافة إلى قرية سياحية فرغم ارتفاع المنطقة وصعوبة التضاريس فيها إلى أن كاميرا الشروق استطاعت صبر أغوار الكهف لتكون بذلك أول مؤسسة إعلامية تنقل هذا الاكتشاف الذي يحتاج لمزيد من الاهتمام من طرف المختصين والبحثين